ترجمة نانسي قنقر 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 ما يتغيذك ما يتغيذك ما يتغيذك انا بعد الكونفرنس حكيت شوية مقايس العقوبي انهارت القبل ما تش حصله قال لي اللي هو متقلق حتى من قبل ما يسرح قال لي خاطره قريب لو قلت له باك شفا ما مشكل قبل بنيتكم ولا حاش قال لي والله ما فهم حد شيء قال لي انا بيجي استغرابة معنى اما الدوية رو عندكم انتم مسلم نعود قوليك رو عند صعافيين لا 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 نحكيلك في الانفليت الي سير راو اللي قاعد صاير نحكي في بعض البلاتويت راو فهمة ناس تجي تقول الي تحب راو كليم ما يليقش بالكل ما نحكيش عليك التعاسع واللي كل مرة يطلع عنا واحد معنى نوران مو بلاستو مش موجودة مش في العلام جملة نحكي عن النورمال معنى زيدا انتي اسلام كتفيق بتارق المسعود يجيب احد ليك المسكلة هنا وعنده مشكلة مع احمد السالحي تقوله صباح اخير اخوك احمد السالح سباح ليل سباح ليل تعرف الي انا عندي مشكلة مع احمد السالح وما نشي ابجيكتيف انتي لتوقفني وهنا هدا مالورزمو موش صاير نعاود نقولك ماش نحكي على الريزيوسوسيو كل واحد حر ويكتب اللي يحب ويسيب ويقول اللي يحب نحكي عالميديا اللي هما هما يعني انتي العباد متأثر باسلام المدب تتأثر با مروي انتاج لا تتأثر بحيدة تتأثر بزروق انتوما اللي عندكم انتوما اللي يفهم حاجات نورمال مو متسكتوش عليها وفهم حاجات ممكن الساعات ممكن يزم مش تقسية جملة لانو وفهم حاجات تمثل الشخص ويجبدلك على ملاعبي يعني صاحب وخوه ومتربي معاه شفت شنو قال على سلمان السليم البارح الظاهرة بتاع غش بتاع معناها مش شنو تحب عندي هذا انا رأيي انا والاعلام الرياضي يزمو علام الرياضي تاع تصفيت حسابات كل انيماتور في ايميسيون انا ما فهمتش عنش نقراه كان حساب الهندية الكبرى عنش كان ترجو الافريقي ديما وبعد درجة عقل لدوال نجيبه بلاد تونسية احنا دائما نقراه حساب كان التارجي والافريقي وبدرجة اقل لان نجيبه احمد اوعا اخويا قربة ممثلة في البلاتوم تاعنا اليوم الاحنا حفوظ ممثلة في البلاتوم تاعنا هاي للمرة الاولى هاي للمرة الاولى لا انا ادو بكا سكيت انا هنمشي هنمشي لا لا اقل انسان يكون موضوعي نوعنا في تحليل المشكلة المشكلة احمد اللي نشوفه انا انه اليوم كنجيو نعملو بلاتوم اي المشكلة ماناش قاعدين نشوفه في النقد البناء خطرحنا اليوم نحكيو على المنتخبل نحكيو على فرق ولا الي هو نجم تونقد انك انت نقد البناء اليوم باش خليك انك أنتي تبني و نتصلح ولا اليوم بالعكس نشوف انه نقدم تاهدا تهديم بيش نحكي على موضوع خاصة الناخب الوطني قيس قيس العقوبي اللي بالنسبة لي انا نحييه خطر ممكن حتى هو الى انه كانت له اصعب اصبوع في في حياته المهنية ستة بافاسيل كسوها بريسيون كسوها الضغوطات الكبيرة اللي كانت تواجدها ودائرة بالمنتخب ستة بافاسيل بالنسبة لي انا نحييه وفي الاخر بالكلية كان نجح في المهمة بتاعه وانه هو رشح المنتخب الوطني التونسي وخاصة اللي هنا بيش نحكيه على اصعب اصبوع ممكن في تاريخ المنتخب الوطني انا عمرنا وصلنا المرحلة ان احنا اه الضغوطات ولي صايرة ذايا اللي داير بالمنتخب الوطني التونسي عمرنا مسارة مرحلة اه من هذا عمل اختيارات بتاعه اللي بالنسبة لي انا ولا اي انسان اخر في الاخر بالكلية النجم يقنعك النجم ما يقنعكش هذا هو هو الناخب الوطني هو اللي تحمل مسؤوليته في الاشواء متاعه لكن حقيقة خاصة ان هو تجديد دماء في المنتخب الوطني اليوم تشوفوا عديدنا اللاعبين اللي كانوا متوجدين عديد من اللاعبين اللي ممكن اه ناخبين اخرين مشاوا اكثر في دي استراتيجي اه اخرى لكن ممكن قيس الهنا اه ما حبيتوش يمشي في التواجهة بتاع ان هو يسمع برشة اللي بلاتو والحاجة ذاك خطر راوم في الاخر بالكل اثر له حتى على التركيز متاعه خطر ساسفوه هو حتى قبل الكونفرنس دو بلس قبل المقابلة الاخيرة يحكي على شنو حكي وشنو وصار على مميش وشنو حكي على مميش وشنو حكي على شامبوان والسحر والكافتاج دي وانه هذو بريتم الحاجات هذو اراه اكيد سي قيس عندو خبرة ممكن حتى اكثر من ياني لكن يأثروا لك يأثروا حتى انتي عندك مقابلة مهمة من الغدوة ارا الأثروا لك على تركيز متاعك انا حبيت ان هو ما من هو يدخل ويسمع الحاجات كما هذه دي هو رحونا هنا ويديهان我跟你講 تحفوروا حتى بعد